وضعت مملكة البحرين أنجع الخطط والأجندة الاستراتيجية وصطرت بذلك نجاحا كبيرا في القطاع الصحي لتعود بذلك الحياة إلى طبيعتها والتي جاءت بفضل توجيهات ورؤى جلالة الملك المفدة والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء وقد تبوأت المملكة مراكز متقدمة من خلال تعاملها الأمثل مع كافة المستجدات العالمية ومشاركتها في ضخ كافة الإمكانيات من أجل مكافحة جائحة كورونا حققت مملكة البحرين نجاحا مشهودا في القطاع الصحي رغم التحديات العالمية وذلك من خلال التعامل الأمثل ووضع أفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعنى بكوفيد-19 لتضمن البحرين العودة الحميدة لجميع من يعيش على أرض الخلود فقد حصلت المراكز الأولى عالميا بفضل مستوى مؤشر التعافي من فيروس كورونا وتضاعف معدلات تلقي التطعيمات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها مملكة البحرين وفق أفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسات الصحية وتأتي هذه الإنجازات المتواصلة التي باتت واضحة بفضل ما يتمتع به جلالة الملك المفدى من حكمة ونظرة لاستشراف المستقبل والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لما يصب في صالح الوطن والمواطنين بالمملكة وقد توالت هذه الإنجازات لإتاحة البحرين الفحص المجاني وتوزيع لقاح للجميع دون استثناء في كافة محافظات المملكة إلى جانب إنشاء وحدات طبية متنقلة للفحص والقيام بفحوصات عشوائية في أرجاء البحرين وإنشاء قرفة عمليات تعمل على مدار الساعة للتمكن من ضبط انتشار الجائحة العالمية حاملة بذلك مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع أو دويتها القصوى وفي السياق نفسه فقد قدمت البحرين النموذج المميز من خلال قيامها بعمليات إجلاء لمواطنيها ومواطني دون مجلس التعاون الخليجي إلى جانب المبادرة الجماعية في المشاركة في تحجيم أثار الجائحة على المستوى الوطني إلى ذلك فقد حصلت مملكة البحرين العديد من الإشهادات العالمية الواسعة بفضل ما قدمته من خطط واستراتيجيات واضحة في سبيل التصدي لكورونا ومكافحته وذلك من خلال مشاركتها في صياقة استراتيجية إقليمية للتصدي للجائحة العالمية بالإضافة إلى مشاركتها في التجارب السريرية إلى جانب مشاركة مركز ولي العهد للتدريب البحوث الطبية في العديد من البحوث التي تخص كوفيد-19 التي برهنت على أهمية البحث العلمي والدراسات الوطنية في مسارة التعامل وإدارة الأزمات باحترافية